قال الجيش الاسرائيلي ان صفارة الانذار دوت في شمال اسرائيل بعد تحديد اهداف جوية قادمة من لبنان الجيش الاسرائيلي قال انه تم اطلاق صواريخ اعتراضية وان الهجوم ادى لاصابة جندين وضابط بجروح متوسطة الجيش الاسرائيلي اضاف ان خدمات الاطفاء تعمل على اخماد حريق اندلع في المنطقة نتيجة للهجوم من جانبه حزب الله قال في بيان له انه نفذ هجوما بسرب من المسيرات على قيادة الفرقة التاء الحقال الواحدة والتسعين في ثكنة اليت حشحار ردا على الهجمات الاسرائيلية على جنوب لبنان الحزب اكد ان الهجوم خلف عددا من القتلى والجرحى بين الجنود هناك哈 sogen 내일 تكون هناك لمزيد من التفاصيل والمعلومات من رمالة ورحب مراسل الحدث الزميل فالح نصير مرحبا فالح صباح الخير من الذي يدور في إليت حشحار نعم سعد حسب المعلومات الأولية الواردة فإن جندي وضابط أصيباء ونقلاء للمستشفى في الهجوم بطائرة مسيرة على إليت حشحار في منطقة الجليل في شمال إسرائيل الجيش الإسرائيلي قال أنه رصد هدافا جوية مشبوهة عبرت من لبنان وتم التصدي لها في مدود صافرات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل وتعمل تواقم الإطفاء على السيطرة على حريق اشتعل بالمكان وتحاول إخماده هذه المعلومات الأولية حتى هذه اللحظة مسيرة عبرت من لبنان باتجاه الحدود الشمالية لإسرائيل وجرى إصابة جندي وضابط لكن بالفعل سعد هناك حالة تأهب والسنفار ممزوجة بالترقب تخيم على المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي وكذلك على الشارع الإسرائيلي جراء إمكانية تنفيذ إيران وحزب الله أو التنظيمة المولية لإيران في سوريا والعراق أو من جهة العثيين هجوما على إسرائيل في ظل هذه التحذيرات لترفع إسرائيل حالة الجاهزية للدرجة القسوى ودرست كل الخيارات حول إمكانية الدفاع أو الهجوم والرد على مصدر الخطر بالنسبة لإسرائيل هناك وعيد وتحذيرات من قبل القادة العسكري الإسرائيليين كما توعد بن يمين نتنياهو بالرد والدفاع عن إسرائيل الجمهة الداخلية الإسرائيلية أضع التعليمات للإسرائيليين ودعتهم للالتزام بها فضلا عن أنها دعتهم لتخزين كميات من المياه والشراب والطعام لعدة أيام وأن يبقوا قريبين من الملاجئ لسيما الذين بقوا عند العدود رغم أنهم أضحوا قلة قليلة بعد أن قادروا هذه المواقع هذه الإجراءات الاعترازية فالحة عدرا على المقاطعة فقط هي للمستوطنات في الشمال أم لا معممة حتى من يخطنون تل أبيب والمناطق الأخرى باعتبار أن دائرة الأهداف أيضا تحدثت فيها مصادر إسرائيلية أن تل أبيب واحدة من بنوك الأهداف المتوقعة بالفعل سعد هذه التعليمات هي شاملة وعامة لكافة الإسرائيليين في كل أماكن تواجدهم حتى في المناطق البعيدة نحن لا نتحدث عن الذين يخطنون في المناطق الحدودية الذين غادروها لم يتبقى سوى قلة قليلة يعني عدد لا يذكر من العائلات التي بقيت في المناطق الحدودية يعني معظمهم غادروا ويعني المستوى أو إسرائيل أو تل أبيب قامت بيت حفير أماكن إقامة لهم ربما بعد السابع من أكتوبر حتى هذا اليوم هذه التعليمات الصادرة من الجبهة الداخلية تعطي الإسرائيليين لالتزام بالتعليمات البقاء بالقرب من الملاجئ تخزين كميات من المياه والشراب وكذلك من الطعام كذلك تل أبيب قامت بشراء وتوفير أجهزة اتصال متصلة بالأقمار الصناعية للمزراء وذودت بها المستشفيات أيضا ورفعت حالة الجاهزية لدى المستشفيات وحتى تعمل إسرائيل على توفير مستشفيات ميدانية في مواقف السيارات تحت مباني المستشفيات إذا ما احتاجت لذلك بطبيعة الحال كل العيون تتجه وتراقب من أين سيأتي الرد الإيراني مع التوقعات بأن يكون الرد في أي لحظة وهناك مرأة بأن الرد تأخر حتى هذه اللحظة لكن إسرائيل رفعت حالة الاستنفار على مستوها السياسي وكذلك العسكرية نعم فالح وأنت موجود على الأرض كيف نفهم كأنما تشعر أن التركيز والحذر أكثر على الجبهة الشمالية لإسرائيل حتى من تحذيرات الحكومة المناشير الحرصي هذا تفسيره لماذا تشعر حكومة نتنياهو أن الخطر الأكبر قد يكون من هجمات حزب الله وليس العكس إن كان هذا يبدو ربما عنصر المسافة الزمن المباغة لا أدري أنت الأدرة لأن منذ السابع من أكتوبر أو يوم السامن من أكتوبر بدأ حزب الله اللغناني في توجيه المسيرات وتوجيه الصواريخ وكذلك إطلاق النهار استهداف هذه المواقع على الحدود الشمالية نظرا لقربها ودخل حزب الله على هذه الجبهة وفي هذه المواجهة إسنادا من حركة حماس في قطاع غزة وكان هناك اغتيالات في العمق اللبناني وهناك قادة عسكريين كبار لحزب الله هذه المنطقة ظلت هي المنطقة الساخنة لكن إسرائيل اليوم تفتح العيون على كافة الجبهات تخشى من أن يأتي الرد من الأراضي السورية من قبل التنظيمات الموالية لإيران أو ربما من العراق كما جرى في سابق الأمر أو من إيران أو حتى من اليمن من قبل الأراضي نعم فالح بعد وصول آخر من سيارة لتل أبيب من رام الله مراسل الحدث سيد زميل فالح نصير أشكرك على كل هذا التفصيل والإضافة ترجمة نانسي قنقر